بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يقول جل في علاه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تلكم الآية الكريمة تتكلم عن وجوب فريضة الحج وأزان نبي الله إبراهيم في العالمين إلى يوم الدين يلبيه كل من سمع النداء وكل من استجاب إلى النداء ومن رحمة الله سبحانه أن جعل الحج على المستطيع ولم يكلف به من ليس لديه من المال أو ليس لديه من الصحة أو ليس لديه من القوة ما يمكنه من الوصول للبيت الحرام فهذه رحمة ربانية جعل الحج على المستطيع استطاعة مالية وبدنية ونفسية فلا يجب على غير هؤلاء لكن الله سبحانه وتعالى تلطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسنت الشريعة لهم عبادات يشاركون بها الحجيج ويتشبهون بالحجاج فيأخذون من الثواب الكثير والكثير فاستحبت الشريعة صيام العشر الأوائل منذ الحجة وهي أيام الحج فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما العمل في أيام عشر خير من العمل في هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا جهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فدل ذلك على أن ثواب العمل الصالح في هذه الأيام العشر يعلل ثواب المجاهد الذي فقد روحه وماله استنت الشريعة أن يتشبه غير الحجاج بالحجاج بأن لا يأخذ شيئا من شعرهم ولا من أظفارهم من بداية شهر زي الحجة إلى وقت الحج من كان يريد الأضحية فإنه يتشبه بالحجيد فيمسك شعره وأظفاره إلى أن يضحي في يوم العيد ثم يأخذ من شعره وأظفاره على سبيل السنية على سبيل الاستحباب فمن استطاع ذلك أثيب ومن لم يستطع فليس عليه شيء ولذلك هذا نمط ونوع من أنواع التشبه بالحجيج التشبه الآخر في الدعاء يوم عرفة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله فيتشبه المسلم في كل مكان من أرض الله بحجاج بيت الله الحرام يقفون على عرفات الله يدعون الله سبحانه وتعالى طالبين المغفرة والرضوان وهو يدعو معهم في بيته وفي مكانه يستجيب الله دعاءهم ويستجيب الله دعاءه يباهي الله بهم ملائكته ويباهي ملائكته بسائر عباده المسلمين فلا يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة لعظم ما يرى من ثواب الله لعباده ولعظم ما يرى من استجابة دعاء الداعين في هذا اليوم هذا تشبه بالحجيج الحجاج يلبون في أيام الحج والمسلمون حول العالم يكبرون في أيام العيد الحجاج يدعون والمسلمون يدعون الحجاج لا يأخذون من شعرهم وأظفارهم والمضحين يمسكون شعرهم وأظفارهم حتى تمام الأضحية وكل ذلك تشبه بالحجيج إشباعا للشوق الذي فطرت عليه القلوب وتشوقا لبيت الله الحرام وتعظيما لشعائر الله والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من حجاج بيته الحرام أعواما بعد أعوام وأن يفيض علينا من رزقه وخيره وأن يكتبنا من المقبولين من عباده وأن يرضى عنا وأن يرضينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته